لننظر الآن أعزائي الطلبة إلى هذه الأمثلة لدينا هنا كم قلم؟ لدينا قلم واحد كم قلم هنا؟ أحسنتم قلمان إذن هنا قلم واحد هنا قلمان على ماذا يدل قلم واحد؟ أحسنتم يدل على مفرد أي شيء يوجد لدي منه العدد واحد نقول عنه دائما بأنه مفرد أما إذا كان لدي العدد إثنان فإننا نقول عنه مثنى أحسنتم إذن الشيء الواحد نسميه مفرد الشيء عن الاثنان نسميه ما مثنى أحسنتم إذن هذا نسميه مفرد هذا نسميه مثنى لماذا؟ لأنه يدل على العدد واحد وهذا لماذا مثنى؟ لأنه يدل على العدد إثنان أحسنتم خلينا ننظر إلى هذا المثال الثاني لننظر إلى هذا المثال الثاني لدي في هذا الطبق تفاحة واحدة أما في هذا الطبق كم تفاحة لدي؟ أحسنتم لدي تفاحتان تفاحة تفاحتان أحسنتم إذن في الطبق الأول لدي تفاحة واحدة في الطبق الثاني لدي تفاحتان قبل قليل قلنا بأن عندما يكون لدي العدد واحد فإنه يدل على مفرد نسميه مفرد أما إذا كان العدد إثنان فإننا نسميه مثنى أحسنتم طيب يا حلوين لنلاحظ الآن الفرق بين هذا المثال وهذا المثال هنا نتكلم عن المفرد والمثنى وأيضا هنا نتكلم عن المفرد والمثنى ولكن بماذا يتشابه؟ أحسنتم المثنى الذي يحدث الذي نضيف له المثنى حرفان إثنان فقط هما الآ والإن وأيضا هنا أضفنا الآ والإن وهناك حالة أخرى ممكن أن نقول قلمان وممكن أن نقول ترجمة نانسي قنقر